يعني هي بيتكلمه دايما الناس اللي بتميل لكفة اللي هو لازم في الذهاب ده المصلحتنا أكتر ان انت برضو بيبع عندك دعم نفسي أقوى إلى حد ما لو انا هتكلم عني ليش دعم بالسنغال دعم أقوى بالثقة بالزبط كل ده بيفرق لكن الروح الانهزامية لو كان هنا مش السكور اللي احنا عايزينه ممكن تأدي برضو لنتيجة غير يعني مرجوة في الهياب ده عشان كده بنقول من دلوقتي عشان الناس لو قدر الله وحصل هنا أي هزة أو ما قدرتيش تحريزي أهداف أو صفر صفر ما خلاص من الدنيا ما تبقاش باظت لا احنا بنتكلم على مجموع المباراتين كنا زمان بنخاف يقول لك يا عم المطش التاني محدش ده من الظروف والأجواء عاملة ايه لا احنا عارفين الأجواء من هنا هتبقى عاملة ازاي الحمس والجو والقصص كلها عارفينها فده اللي كان بتقلق زي ما اقول لك زي ما كان في بطولات افريقية اللي كنا بلعبها زمان لازم نكسب هنا ثلاثة واربعة عشان ينكرب عشان اللي صفر يعني القصص دي كلها هتغيرك بقى المطشين ده في مبارات ما كانتش بتتزعب فكت مش عارف الحكم هيعمل معاك ايه انما المباراتين المباراتين مهمين جدا جدا او بس كان الوقت الحاجة بتتكلم عليه ده كان العنصر الاساسي وجود الجماهير يعني ما بتلعب طبعا فأرض المنافس في بلده انت عارف ان جماهيره هتولع الدين والعكس صحيح والعكس احنا طبعا ان شاء الله طبعا اكيد الدولة كلها تبقى وراء المنتخب وهي وراء المنتخب من دلوقتي انه هيفتحوا موضوع الجماهير ده بشكل كبير جدا لان عنصر الجمهور هنا هيفرق طبعا جامد مع المنتخب بس انا بتكلم تحسبا لأي حاجة يبقى انت عندك برضو شو التاني هناك تقدر برضو انك تستغل وزي ما بقولك كفرقة كورة ممكن هنا التقفيل والكلام ده يدايقك ويلعبه على السرعات هناك العكس هيهاجم عشان فهيفتح بالنسبة يعني هو الموتى 80 ديئة يريد ياخدونا معهم في القياب والله ويمكن معهم على السرعات هناك هنطلع ان شاء الله نظبط من دلوقتي والله تبقى كويس اغطيلكم من هناك